اكد سعدة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ان مملكة البحرين تول اهتماما كبيرا بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ترسيخ دعائمه عبر التشريعات والقوانين المحفزة وتطوير البنية التحتية لتوفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وخلق المزيد من الفرص النوعية امام المواطنين جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سعدة وزير الصناعة والتجارة لتدشين خطة عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأعوام 2022-2026 نحو مزيد من التقدم والتطور في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبما يتواكب مع خطة التعافي الاقتصادي جاء اعلان مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن خطة عمله المحدثة للأعوام 2022-2026 والتي جاءت متفاعلة مع كل متطلبات المرحلة واحتياجات السوق البحرينية والمستثمر البحريني حيث اخذت بعين الاعتبار جميع المعايير والافكار البناءة التي تنهض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى مستويات اكثر انتاجية وتفاعلا تدشين النسخة الثانية من خطة مجلس المؤسسات الصغيرة المتوسطة هذا المجلس اسس في عام 2018 بتوجيه من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية والهدف منه هو الارتقاء وتنمية هذا القطاع لما له من اهمية في الاقتصاد الوطني المجلس وضع خطة من العام 2018 الى العام 2022 تطرقت بنيت على ثلاث محاول رئيسية ثلاث اهداف ومن ضمن 17 مبادرة اساسا تمت زيادتها الى 22 مبادرة لاحقا والحمد لله تحقق الكثير منها في هذه الفترة رغم ظروف الجائحة اللي مرين فيها في عام 2021 خطة العمل التي اعلن عنها المجلس تطمح الى رفض خطة التعافي الاقتصادي وتتضمن 27 مبادرة وتهدف الى زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي الى 45% وزيادة مساهماتها في الصادرات الوطنية الى 25% علاوة على زيادة عدد الموظفين البحرينيين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى 47 ألف موظف بحلول عام 2026 بنك البحرين التنمية يعتبر من احدى اعضاء هاي المؤسسة البنك البحرين التنمية لعب دور مهم في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيعتبر هاي هو من اهم الركائز اللي هو يقوم بها طبعا دور بنك البحرين التنمية مو دور يديد هو يبين يخدم هاي القطاع من فترة فالفترة الاخيرة البنك تقريبا مول ما يقارب 6 ألف شركة بمقارب حوال 238 مليون من ضمنها طبعا موسطة صغيرة ومتوسطة مع اطلاق الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خطة التعافي الاقتصادي اللي ساهمت في تعزيز الاستدامة لتحقيق تنمية اقتصادية احنا سعيننا في صادرات البحرين بتطوير حزمة متنوعة من الحلول والمبادرات لتحفيز وتسريع معدلات نمو الصادرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمهم للوصول العالمية وطبعا كان لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور كبير تحت اشراف سعارة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة في تحفيز المؤسسات القائمة في البحرين للتوسع العالمي استراتيجية متكاملة تتشارك في تحقيقها عدد من المؤسسات التي تتفاعل بكل ايجابية تسير وفق محاور مدروسة ومحققة تلبي كل متطلبات واحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المالية والادارية والفنية لتجعل من البحرين ارضا خصبة لنمو وتفوق المؤسسات البحرينية بكفاءات وطنية اثبتت جدارتها من خلال سلسلة نجاحات متمجزة تتفاخر بها البحرين خطة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفين واثنين وعشرين الفين وستة وعشرين تحمل في طياتها الكثير من الاصرار والطموح تستند الى رؤية واضحة المعالم تتشارك في تنفيذها طاقات وطنية شابة وواعدة يحيى العمري لمركز الاخبار تلفزيون البحرين